وصلنا الفقرة عن نفسي بحبها جدا وهي فقرة بتاعة كريم بينكي وده فتنة جميلة الدكتورة دينا بالصود اهلا 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 ازايك يا حلوة ازايك يا مدامي الليلة ازايك يا حبيبة قلبي و ايه التقلق الجمال ده كله ربنا خليك من بعض ما عندك حبيبتي يا اسمي روحي انا شايفة كنتوا الاتنين النهاردة اجيين بربرق و انا جاي مطصية شايفة كنتوا بتعمله بينكي و انا لأ ادي البشرة النضرة و ادي البشرة الدبلانة انا عايزين نتكلم النهاردة معلش الاول نفكر للمشاهدين تذكرة سريعة كده عن المواد اللي متكون منها كريم بينكي وبعدين نخش بقى في الاستخدامات الكتير الحلوة قوي بتاعته اوكي طبعا لازم اقول ان كريم بينكي هيبقى في الصدارة كريم بينكي هيبقى من اقوى مستحضرات التجميل في وقت قصير قوي لان كريم بينكي كل مكوناته ناتشرل طبعية احنا كستات دلوقتي عايزين نجري على الحاجات الطبعية من اهم المكونات الفعالة جدا في كريم بينكي وكل مكون فيهم بيشتغل على مشكلة من مشاكل البشرة اول حاجة مستخلص عن السوس طبعا اللي هو الليكروش اكستراكت ومستخلص التوت البري دول من اهم المواد عندي كمان مادة مهمة قوي قوي اسمعنا عنها كتير في مستحضرات التجميل اسمها زبتة الشيعة زبتة الشيعة هنتكلم بالتفصيل كل مكونات فيهم بيعمل ايه؟ كنتي قلت الى استخدامات انه بيعالجوا حاجات مختلفة طبعا احنا كده عايزين نعرف كل مستخلص ايه فايدته؟ لو هبدأ بمستخلص التوت البري التوت البري بيفتح جدا بيقدر يعالج الهالات السودة يقدر يعالج اي تسبغات او بيجمنتيشنز موجودة في البشرة يمكن عندنا مشكلة كبيرة جدا في الستات والرجالة موضوع الوش مبقع وشي لونه مش متوحد وشي فيه هالات سودة النمش بيكتر جدا كل المشاكل دي يعني اعتقد ستين سبعين في المية لا معلش ودي في عليهم بقى حاجة كمان كلنا هنا كستات يعني مشكلتنا لسعة المطبخ اللي ما بتروحش لسه كنت بسألك ينفع كريم بينكي وديلي ختم المطبخ؟ اه طبعا كريم بينكي هايل لأي منطقة في الجسم يعني نقدر نفتح أي بقعة في الجسم وكمان الانتمت اريع يعني المناطق الحساسة الحساسة البرايفت لأن كريم بينكي فيه المكونات اللي فيه طبعية وهي لفور سنستيف سكن يمكن البشرة الحساسة اه هتكلم معرفة انا هترجملك انا هترجملك البشرة الحساسة اكتر بشرة بتخاف جدا هي والدهنية من استخدام اي كريم صح البشرة الدهنية لو استخدامة كريم مش مناسب ليها هيحبب وشها هيزايت وشها هيزود الدهون والليبتز ويبتدي يبقى فيه بقعة وسكارز ازاي قادر اتخلص تماما من المشكلة دي وبقول لاصحاب البشرة الدهنية ان احنا هنبقى سيف جدا في استخدام كريم بينكي طيب دلوقتي زي ما انت قلت انه انا طبعا كمان من زاوي البشرة الحساسة وطبعا الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي اللي من زاوي البشرة الدهنية بنبقى حذرين جدا جدا في اختيار الحاجات لان الغلطة بجول ما فيهاش هزار فممكن حد يتساءل دلوقتي ازاي كريم واحد ينفع لجميع انواع البشرة بالطريقة دي فممكن تقول لنا انتوا ازاي مع الجين الجزئية دي؟ مع الجين الجزئية دي لان تركيب كريم بينكي مختلفة المكونات اللي فيه طبعية ما بتلهبش البشرة خالص انا عندي زبدة الشية مرتب عالي جدا وغنية بالفايتمس وبيسيب الجلد فاري صوفت بيسيب جلد ايدي صوفت وبيسيب جلد وشي صوفت يعني انا بستعمله على وشي وعلى اداية طبعا طبعا ياسمين سألت عن سكارز المطبخ انا هسألك عن حاجة مشكلة بالزاد في البنات والسوبيان في السن المراهقة حب الشباب والعلامات اللي بيسيبها بعد كده هل برضو بينكي بينفع في الحاجات دي؟ انا بقول ان بينكي الحل الامثل ليه علاج السكارز بتاعت حب الشباب وبيساعد جدا في علاج حب الشباب طبعا اي حبوب بيساعدوا جدا يعني كمان اقدر استعمل البنت او الولد يستعمله الشوم في حبوب في حبوب واعتقد برضو هي يفضل انها بتروح للدكتور الجلدية طبعا عشان الكريمات اللي فيه انتبيوتكس مش كده عشان فيه حالات بالزبط تحتاج انتبيوتكس الاول انا عندي المادة المهمة للمساعدة ليه علاج حب الشباب مادة اسمها الساليسين ساليسين المادة دي مادة بديلة للهايدروكينون والساليسيليك أسد المواد اللي بتقشر البشرة وساعات بتعمل سايد افكس طب دي نحسألك حاجة انا طيب لما هستعمل بينكي هتطر حط الكريم الواقي من الشمس ولا هو فيه عوامل بتساعد على حفظ البشرة من الشمس الكريم بينكي فيه مواد بتقدر تحمي من اشعة الشمس الضارة بس انا اكيد بنصح باستخدام واقي الشمس لانه بيبقى فيه اس بي افعال الواقي الشمس لكن عندي زبطة الشيعة بتساعد قوي من حماية البشرة للشمس بس طبعا بنصح مع استخدام كريم بينكي ان انا لو نزلت في وقت الصبح فيه شمس جامدة استخدم واقي الشمس المناسب ليا باس بي اف عادي لو بشرتي حساسة وهو لا يتعرض مع اي سن بروتكتور طيب دلوقتي كنت بتتكلمي في جزئية مهمة قوي وحايزين نرجع لها تاني ان هو مش بس ممكن يودي العلامات اللي بيسيبها حب الشباب لا هو ممكن لو الحالة مش مش محتاجة طبيب جلدية ايوه مدي مضادات حيوية لان فيه طبعا كيسة كده لكن لو في بدايتها او في انهايتها كحب شباب ممكن يستخدم كعلاج بالزبط ازاي بمادة الساليسين المادة دي مادة مقشرة من غير اي سايد افاكت بيعملها اي مواد مقشرة تاني المادة دي بتقدر تقشر لي البشرة بس انا مش هحس بالتقشير اطلاقا المادة دي بتجدد لي خلايا بشريتي بتزيل كل البكتيريا والبورز بتنظفها يعني المادة دي هي اللي بتنظف المساء الحبوب نتيجة افراس دهون زيادة افراس لبيت زيادة فبتدي معايشة للبكتيريا انتي عارفة يا دكتور في بعض الناس بيبقوا فاكرين انه مدام انا بشريتي دهنية وعندي حبوب بقى كده فانا محطش كريم لغزي الحبوب اكتر وللأسف بقيت المناطق اللي مفيهاش حبوب بتنشف طبعا دي بشرة مختلطة الترتيب يعني اي ترتيب كده كده مطلوب مطلوب بس البشرة الدهنية مش محتاجة ترتيب اوش اوكي معشان كده بس انا البشرة الدهنية قريدي عندها ترتيب لكن البشرة الحساسة محتاجة ترتيب والبشرة الجفة محتاجة ترتيب حتى البشرة العادية والبشرة العادية محتاجة ترتيب الحلو في كريم بينكي ان هي طبعا كريم بينك مرتبة بالدرجة الاولى بس المواد اللي فيه لم تزيتش فочку هذه حاجة مهمة اولا يعني وعنده صرعة امتصاص في البشرة وعنده مادة مهمة قوي مناسبة لأصحاب البشرة الدهنية مادетين مادة اسمها مستخص masterpiece أخلص الشاي الأخضر وهو الجرين تي المادة دي مضادة للأكسادة وهذه المادة مهمة جداً لأصحاب البشرة الدهنية لأن المادة دي ده حقيقي ده حتى ساعات لما الواحد يتلع له حباية يقولك حط عليها الشاي أخضر وداركس والحلاك السودة حط كمادات شاي طيب إزاي الشاي الأخضر بيبقى مهم لأصحاب البشرة الدهنية أصحاب البشرة الدهنية بيعانوا من إفراز دهون كتير جداً الشاي الأخضر بيقدر يقلل إفراز الدهون في الغدد الدهنية فما تحسش إن وشها في مزاية إطلاقاً فدي حاجة حلوة قوي وعندي مادة مهمة جداً لأصحاب البشرة الدهنية داخل كريم بينكي اسمها السليسي إحنا شايفيني الصفحة بتاعتكو؟ دي الصفحة الرسمية بتاعتكو صح؟ أه طبعاً دي صفحة الفيسبوك برضو هنغير الصفحة يعني اللي اللي عايز يخش على الإنترنت ويشتري أونلاين ونفكر الناس كمان إنه ممكن كريم بينكي موجود في السيداليات الكبيرة في السبع الشي محافظة في جمهورية مصر في كل محافظات مصر والريدي الحمد لله يعني أعتقد كريم بينكي دلوقتي بقى بيطلب بسرعة جداً ودي حاجة تفرحني جداً لأن احنا بقالنا فترة وجيزة جداً وعمل انتشار جامد قوي في جمهورية مصر وفيه رقم على الشاشة برضو نقدر نطلب منه كريم بينكي بلس المواقع الأونلاين اللي بتبقى موجودة المواقع الشراء الأونلاين المعروفة طب انت عارفة كمان وجوده يا دكتور في السيداليات الكبرى مش بقى بيأكد بس إن معاه تصريح وزارة اللي صحة لا أهو بيأكد كمان السحب الكويس اللي عليه والفيدباك الحلو اللي بييجي عليه الفيدباك فعلاً حلو وستات كتيرة جداً جربته اتبسطت من نتيجته وعايز أقولك مش بس ستات ياسمين يعني فئة كبيرة جداً من رجال بدأت تستخدم كريم بينكي ومبسوطة جداً من نتيجته انت قلتي إن الرجالة ممكن تستخدمه طبعاً في موضوع حب الشباب وقصاره وإنه كنا قلنا برضو في حلقة قبل كده ما ترحل الحلاء إنه بعد الحلاء مش كأفترشيف بس عشان الناس اللي بيجي لها حساسات الحجابات وحكة أو كده أنا عندي زبدة شية داخل بينكي كريم بيقدر يلطف الحتة دي جداً للرجال فدي حاجة مهمة قوي زبدة شية مليان زينك فالزينك مادة ملطفة جداً جداً ده زينك بيحطوا للبيبيهات أساساً وما بيغيروا لهم الكوافيل أي أم تقدر تستخدم بينكي كريم فور هير بيبي تستخدمه مع الأطفال طبعاً طبعاً لو فيه التهابات أو حاجة هيبهايل معه هو كريم معالج هو معالج طبعاً يعني قصدي هو مش بس إنه ممكن استعمله كاديلي يوز من استخدام يومي لكن هو في الأساس كريم معالج في الأساس كريم تفتيح تفتيح ده رقم واحد حتى هو سكين وايتنين كريم ده الأساس بتاعه تفتيح ترتيب طبعاً كريم بينكي كله أنتي أكسيدنس فبيأخر العجز المبكر الشاشفة المبكرة والتجعيد المبكرة بالضبط طب بقى كل جلد عندنا يعني كل جلدنا البني قدمين بالذات بقى مع تغيير الفصول بيحصل الجلد ميت يعني الخلايا بتموت في الجلد هل بينكي له أثر على الخلايا الميتة دي يعيد النظارة للوش تاني أو الجسمي أو كله؟ بينكي هايل لنظارة البشرة إزاي بينكي بيقدر يساعد على نظارة البشرة لأنه بيجدد الخلايا أنا عندي مادة الساليسين هي المادة اللي بتقدر تزيل كل الخلايا الميتة فأنت بتحفزي على إنتاج الكولوجين يعني مادام زيلتي الخلايا الميتة بتقدر تحفزي على إنتاج الكولوجين وبتقدري تحفزي على خلايا جديدة فأنت على طول شكلك بيصغر وشكلك على طول في حيوية بلس إن بينك كريم فيه فيتامين A وفيتامين E وفيتامين C كله طبعا من جدا للبشرة طبعا من الجلد جدا طبعا فيتامين A وE طبعا ترتيب علي جدا فيتامين C مهم قوي لإنه بيساعد على إنتاج الكولوجين كلنا عارفين إن الكولوجين بعد فترة معينة بيقل في البشرة أزولة كانوا قالوا من 25 سنة من 25 سنة بالضبط ده حاجة طبيعية وانس إنه قالوا وشك بيبان عليه التعب يعني أي بنت عندها 25 سنة أشعر في لسه صغيرة ما يفعش يبقى وشها بيل طبعا فلازم أعمل بالانس للكولوجين لفل فدي حاجة مهمة قوي إن أنا أعمل بالانس بإيه؟ ببينك كريم طب أنت قلت حاجة هو في الأساس كريم تفتيح فهو بيعمل تونينج بيخلي الوش كله لون واحد بس إحنا عندنا تجربة سابقة سيئة في موضوع الكريمات اللي هي من لتفتيح فعايزين بس نوضح إنه هو يعني مش زي كريم الأديم بتاع تفتيح اللي هو حنام سامرة سحى بيضة يا جماعة لا 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 ده ماشي في الكريمات لا 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 ده هبته خلاص آية اللون اللي ربنا خلينا به هو لونة لكن ساعة إحنا بنغمأ من الشمس يعني برضو صحي لأني لازم برضو بنغمق من الشمس بنغمق ممكن نسبة الحديد في الدم زيادة الحمل فمنغمق الحمل الهورمون بنعيد نظارة الوش وبنعيد اللون بتاعه الأولاني المنور لكن احنا مش بنبيد الوش لا 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 انتي بتزيلي الحاجات الألوان اللي دخلت على كان عندي يدينا دادة ربنا يعني مستيع بالخير فكانت بتجيب الكريم اللي أنا بقول لك عليه ده وعيش عليه وكانت بتستعمله كمان كانت بتحطه وتحط عليه الميكب وتخرج عادي وكنت دايما نقول لها ان اللي بتعمله ده غلط مرة من المرات صحيت من النوم بجد بدمه بلغة عندها لطشة قد سباعين كده هنا غمئين خدتها الدكتور جلدية وبتاعه كده محروقة محروقة ده حرق يا جماعة لو سمحتوا الحمد لله خلقت ربنا حلوة كل واحد يرضى بلونه موضوع تفتيح اللعب في تفتيح لون البشرة ده بجد كارثة لا 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 وبعدين كل واحدة لونها حلو جمالها حلو ولازم أي ستة تبع عندها ثقة من نفسها لو استخدمتي كريم بينكي ومعندكيش ثقة في نفسك مش هتحسنك حلوة أول حاجة سيلف كونفيدنس سيلف كونفيدنس دي حاجة مهمة جدا أنا حلوة تقايد تقايد مرسي جدا دكتور جينا وستعود نورتينا وحيبقى في الحديث بقية كتير إن شاء الله على منتجاتك إن شاء الله مرسي يا حابسي هنخرج لفاصل سريع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة